خمس زعماء ألعاب وجودهم مثل عدمهم يوشي ستوري تخيل تلعب مرحلة كاملة كلها طيحات وقلق الصعوبة واخر شيء توصل الزعيم الأخير في المرحلة ويدخل عليك وتحس انه بتكون في مضاربة تاريخية مين كده بسكريب ده وشه تاريخية شوف شكله ذال البوس تقل نفايش من تفخ الله العظيم معلينا المهم توصله وعشان تفوز عليه لازم تلحس فيه لين يموت يعني تلحس فيه وتاكله لين يموت هذا بوس بالله هذا بوس وحيت تعوش معاه الله العظيم غيرز أوف وار تو غيرز أوف وار من العاب اللي تحس ان الوحوش نفسهم أقوية يعني بيطفشونك في مرحلة خاصة لما تحط مرحلة صعوبة مرة عالية وتلعب أنتو خويك وتحس بصعوبة اللعبة فتخيل لما توصل الزعيم الأخير ويكون فعلاً نكتا يعني أجوك شي ما يسوى خاصة لما يعطينك أقوى سلاح في اللعبة الليزر الجوي لا وحطي لك مكان ممتاز تتخبه وتسخدم عليه يعني اتخبه هناك وقعد تطلق ذا الليزر إلين ما ذاك طال عمره يموت ينتهي ليش ليش حطيني المرحلة ليش متعبيننا ديمون سول آآ اللعبة هذي تعتبر من أصعب الألعاب اللي لعبتها في حياتي أنا لعبتها في وقتها أذكر كنت أبكي دم من صعوبة اللعبة يعني والله سيقر صلاحة وطبعاً لعبة صعبة مثل هذه بتتوقع أن الوحش الأخير بيكون شي خرافي شي جامد تخيل أنك لما توصلها وتقابله تكتشف أنه واحد أو ملك منتهي وخلاص يعني شوي بيموت فأنت كالعكسوني قد تضرب فيه لما يموت ومشكلته ما يسوي لك شي يعني بس يقعد يوقف ينزل يوقف ينزل إيش هذا إيش التحطيم هذا ولا انقهارت وقتها متل غير 5 أكثرنا لعبة اللعبة وزعماء فيها كانوا قليلين بس مين مننا ما كان يذكر قتال كوايت اللي جننتنا وتعبتنا نفزنا عليها بس هل تدرون أنك كوجيمة حاط طريقة سهلة تفوز عليها كل اللي كنت تسوي أنك تطلب التعزيزات فوق راسها وراح يطيح صندوق على راسها وخلاص تخسر وتفوز عليها أذكرني كنت أفحط معها هذي يعني لو كنت عرف عن طريقة هذي كان رتحت بوردر لانس 2 عد هذا الزعيم حاجة ثانية صراحة هذا الزعيم فكرته أنا أقولكم شو الفكرة أو شي أول شي الزعيم هذا رح يكون في واحدة من إضافات بوردر لانس 2 هذي أولاً ثانياً عشان توصلها لازم تفحط وتتهاوش معنا ساقوياء والمراحلة صعبة عشان توصلها وطول الوقت يتكلمون عنه ويضخمون شخصيته فأنت ببالك تقول وش شو ده أصلاً يعني هذا بتوصلها وتحسس انك بجلدك وأول ما توصلها بتلقاو شي هايط عليك وتكلم عليك وتفلسف وفجأة يصير كده ترجمة الأخرى ترجمة الأخرى البسرات الأخرى الآن اذهبوا ويحن لبسط النقائق من العبائل من تشيص اشتركوا في القناة